ده رئيس البطل بتاع فيلمنا وبتبدأ الاحداث في قرية هندية فقيرة لكنها قيمة على اتجارة الخمور وساقاتها بنروح لرئيس وبنلاقي طفل صغير وبياخد صاحبه وبيروح المدرسة وهناك المعلمة بتطلب منه ويجاوب على سؤال لكن بيكون نظره ضعيف ومش شايف كويس وبتضربه لانه انسان فاشل والتاني يوم بيوصل للدكتور علشان يتعالج وبنعرف انه محتاج نضارة وامه للأسف ما بتكونش معاها فلوس ولما بيجي الليل بيروح للتمثال غندي وبيسرق النضارة بتاعته وبيهرب بسرعة قبل ما الشرطة تمسكه وبيرجع للدكتور ولما بيشوفها بيقوله ما تنفعش وساعاتها بيديله فلوس وبيساعده يشتري واحدة جديدة وتاني يوم رئيس بيلبس النضارة وبيشوف كل حاجة بوضوح لكن بيلاقي عربية الشرطة داخل المكان فبيطلع يجري وعايز يلحقهم وبيقدر يقف قدامها وبيدي للعصابة انذار بسرعة والناس بتفهم الاشارة وبتخبي كل البضايع بتاعتهم والشرطة بتوصل وبتفتش المكان وما بتشوفش حاجة ووقتها الضابط بيقابل رئيسه وبيدربه بالقلم لانه بوز المهمة وبعدها بيروح لجراج تاجر الخمور والشرطة محاصرة لمكان بتاعه ومش عارف يوزع بضعته وساعاتها رئيس بيروح له بيتفق يخرج له الخمرة وعلى كل ازازة هياخد 3 دولار وفعلا بيشيل الكتب من شنطته بيحط الخمرة مكانها وبيرشق البرجل في صاحبنا علشان قال له يابو اربع عيون وبعدها بيوصل لحجز الشرطة وبيقول للزابط فتشني لو عايز ووقتها بيخرج بكل سهولة وجراج بيكون فرحان وشايفه قلبه ميت وبعد مرور سنين بنلاقي رئيس كبر وراكب الموتسكل بتاعه وبيقابل زابط شرطة وبيديله رشو علشان يعدي عربيات الخمرة وبعدها بيضربه على وشه وبيقول له انفخ عجل العربية اللي انتهوته ولما بيجي الليل بيقعد مع صاحبه صديق وبيقول له انا هعمل مشروعي الخاص ومش هشتغل عند حد فبيقرر يروح لجراج وبيطلب منه ينفصل عنه ويكون تاجر لكن بيستغرب كلامه وبيقول له هات ميت الف وخد البضاعة فرئيس بيقول له مش معي سيولة وعايزه يوقف جنبه فبيكون رافد وبيديله مهلة ثلاث ايام يجي فيها الفلوس وبيرميله الساعة علشان يحسب عليها الوقت ولما رئيس بيكون في الشارع بيغبط في واحد شاي المعزة وبيعرف ان عيد الاطحى قرب جدا فبيتجي له فكرة وبيرهن المتسكل بتاعه وبياخد في المقابل عربية جديدة وبيسافر بيها وبيروح لمزرعة اغنام وبيرهنها مقابل بعض الخرفان والماعز وبنعرف انه هيسافر مدينة ممبي علشان يتاجر ويكسف فيهم واول ما بيوصل المدبح بيطلب ياخد مكان وعايز يبيع لكن الجزارين بيرفضوا كلامه وواحد بيقول له اطلع بره يا برب عيون فبيتدايق منهم جدا وبيفضل يدرف فيهم وقالبه بيكون ميت وعايز يرد كرامته والاهانة اللي سماعها منهم باي طريقة وبيقدر لوحده يسيطر عليهم كلهم لكن موسى بيرفع للمسدس وبيقول له يا برب عيون فبياخد سلاحه بسرعة وبيهدده وبيقول له ما تقولش الاسم ده وبيقع على الارض وبيفقد الوعي بتاعه وساعتها موسى بياخد منهم الاغنام وبيرفض يديهم تمانها كعقاب وهو بيكون متدايق ومش عارف يعمل ايه وتاني يوم بيوصل البيت وصدك بيقول له هنرجع العربية ازاي وجراج مستني الميت الف النهاردة وساعتها بيوصل لهم واحد وبيديهم فلوس كتيرة وبيطلب منهم يقتلوا موسى لكن رئيس بيكون رافض ووقتها بيقول لنا من رجالة موسى وهو كان بيختبرك وبعتلك الفلوس مقابل الاغنام وفعلا بياخدها وبيروح يشتري الخمور من المصدر وبيمشي في طريق عكس جراجه وبيتحداه وبيبدأ يحطها في المغزن وكل يوم بيكبر في السوق وحياته بتتحول للافضل ومن ناحية تانية ده زابط شرطة واسمه مجمودار وبيكون موجود في الاسم وبيخلي زابط يعرفه تجار الكحول وازاي بيهربوها واماكن التخزين وتاني يوم بيوقفوا شحنة خمور وبنعرف انها تابعة الجراج والزابط بيؤمر بمصادرتها فبيجمعها في مكان واحد وبيعدمها كلها وبيدمرها قدام كل وسائل الاعلام والجراج اول ما بيعرف بيكون متضايق جدا وبعدها الزابط بيستدعي رئيس للاسم وبيحقق معاه بسبب اعماله المشبوهة وبيقوله المرة الجاية الدور عليك وبيديله الشاي علشان يشربه فرئيس بيقوله هشربه معاك في وقت تاني وسائدها بيرجع لرجالته وبيحط خطة معاهم وبيهرب البضاع بتاعته عن طريق خمس طرق مختلفة والشرطة بتوقف عربية الشحن لكن اول ما بتفتحها الزابط بيلاقي نص كوباية الشاي ورئيس قدر يغفله وتاني يوم جيراج بيروح لرئيس وبيطلب منه يتحد معاه علشان يوقفه ضد الزابط فبيقوله انا موافق بشرطة اشتغل عندي وقدامك 3 اسابيع مش 3 ايام وتفكر في العرض وبيديله الساعة اللي اخدها منه علشان يحسب الوقت ومن ناحية تانية دي بتكون اسيا وبنعرف انها حبيبة رئيس ومع الايام بيفضلوا يرقصوا ويغنوا مع بعض وبيكونوا فرحانين وفي نهاية الامر هم اللي كنين بيتجوزوا وحياتهم بتكون سعيدة وبعد فترة الزابط بيعرف ان رئيس هيهرب شحنة كبيرة فبيقرر يعمل كماين وبيوقف كل الطرق والشرطة بتنتشر في كل مكان ووقتها رئيس بيكتشف خطتهم وبيفكر في حل وساعتها بيهرب البضاعة عن طريق البحر من غير ما حد يقدر يمسكه والزابط وقف على الكبري ومستني الشحنة ورئيس بيتفوق عليه في كل مرة وبعدها بيقابل واحد اسمه داملة واللي ساعده في التهريب وبيكونوا صحاب ولما جيراش بيعرف اللي حصل بيقمر بقتل الرئيس وتاني يوم بنلاقي احتفال وفيه قناص بيحاول يقتل الرئيس لكن بيمسك الفرامانشو بيقدر يرمي عليه وبيطلع يجري وراه وعايز يمسكه باي طريقة لحد ما في الاخر بيوصله وبيكرر يتخلص منه وبيقتله بكل سهولة والتاني يوم رئيس بيكون مع صحابه بيلاقي الزابط رايح له المكان وبيكرر يقبض علي بتهمة القتل وبعدها بنوصل الاسم والزابط بيعرف ان فيه واحد اعترف على نفسه بالجريمة علشان يبرق رئيس وبعد فترة بنلاقي رئيس مع اسيا وبيكتشف انها حامل وقريب هيكون قب وبينشوفه فرحان وما بيكونش قادر يصدق نفسه ووقتها بيجيله تليفون من موسى وبيكتشف ان الجراج هو اللي حاول يقتله فبيقرر يروح لبيته وبيلاقيه عامل حفلة كبيرة واول ما بيدخل المكان بيبدأ يموت في كل رجالته واحد واحد وعايز ينتقم ويرجع حقه مهما كان التمن وفي النهاية بيشوف جراج وبيفتكر زمان لما اشتغل معاه وهو صغير ومع ذلك بيقرر يموته بسبب الخيانة والغدر ولما الزابط بيعرف اللي حصل بيلاقي المفوض بيبلغه انه هيتم نقله لانه مش عارف يسيطر على الجرائم ومع مرور الايام رئيس بيكبر والملعب بيفضى قدامه وبيرشي المسئولين الكبار في الدولة وكل افراد الشرطة وبيسلمهم شحنة كل شهر وكأنهم مسكوها وشايفين شغلهم وبعدها بيشتري تليفونات كتير وبيقرر يعمل خدمة توصيل الخمرة للمنازل ومن ناحية تانية الزابط بيروح لغرفة التحكم والملفات لكن بيلاقي نفسه في مكان افضل وبيقدر يسمع كل مكلمات رئيس من غير ما حد يعرف وفي نفس الوقت رئيس بيكلم باشا وبيسأله ازاي تقود حملة لمنع الخمور في منطقته فبيقول له لازم افوز بالانتخابات وما بيكونش فارق معاه وساعاتها رئيس بيهدده بالموت لو عد من منطقته والزابط بيكون سامع كل الكلام اللي بينهم وفعلا تاني يوم باشا بيتحداه وبيعمل دعاية انتخابية في الشارع ورئيس بيعرفه بيجمع كل رجالته وبيارمو ازايز الخمرة على الارض وهو بيمسك الملوتوف وبيولع فيهم كلهم وبيحول المكان لساحة قتال كبيرة جدا وساعاتها بيبدأ يضرب فيهم وكل هدفه يمنع الدعاية في منطقته وعايز يحافظ على اتجارته المشبوهة وبيتخلص منهم كلهم لحد ما بيقدر يوصل لباشا وبيضربه علشان مسمعش كلامه وفقر يتحداه وبعدها الوزير بيكون محرج قدام وسائل الاعلام وبيعمر بحبس رئيس في اسرع وقت وبيروح يقابله وبيطلب منه يوافق يتسجن وهيخرجه كمان يومين والتاني يوم الزابط بيروح له الحجز وبيقول له الوزير وباشا تحلفه ضدك وهو بيتأكد عن طريق الجرائد وبيكون متضايق جدا وقتها بيقابل صاحبه ومراته وبيعرفهم انه هيترشح في الانتخابات ضد باشا وفعلا بيبدأوا الدعاية في كل مكان وصوره بتنتشر في انحاء المدينة والناس بتقف جنبه لانه كان دايما بيساعدهم وفي نهاية الامر بيخرج من السجن بكفالة وبيفوس كمان بالانتخابات بفرق اصوات كبير وتاني يوم بياخد مراته المكان فاضي وبيقول لها انا بحلم اعمل بيوت للناس ومدارس ومستشفيات ويغير حياتهم للافضل واول ما بيجي الليل بيعمل اجتماع لاهل القرية وبيعرفهم بحلمه وازاي عايز يقف جنبهم وفعلا كلهم بيوافقوا بسرعة بيبدأوا المشروع وبيكونوا شغالين على ارض الواقع وكل الناس بيدولوا الفلوس اللي هو محتاجها وبعد فترة بتحصل عملية ارهابية في الهند وبيتم فرض حظر التجوال في المدينة وللأسف رئيس ما بيكونش عارف يبيع الخمور وعمال بيفكر هيتصرف ازاي ومن ناحية تانية الوزير بيؤمر يحول مشروع رئيس لمنطقة زراعية غير صالحة للبناء وبيصدر القرار النهائي وفي نفس الوقت رئيس بيعرف الخبر وبيتخانق مع صاحبه وامراته علشان كل احلامه اتبخرت والاعمال في ارض المشروع وقفت بشكل انهائي وكل امواله خلصت ومش عارف هيرجع فلوس الناس ازاي وده بيخليه زعلان وماشي لوحده في الشارع وتاني يوم بيقرر يروح لموسى البيت وبيطلب منه المساعدة فبيعرض عليه هرب شحنة ويدخلها للهند بطريقة غير شرعية وهو بيوافق على كلامه وتاني يوم بيهرب البضايا عن طريق داملة والبحر وزابط فاسد بيساعدهم والمهمة بتنجح بكل سهولة ورئيس بياخد الفلوس علشان يرجعها للناس وبيفضل يرقص ويغني معاهم وبيحتفل بانه مضيعش حقهم وتاني يوم بيتفاجئ بعملية ارهابية حصلت في الهند وبيكون مستغرب جدا والشرطة بتحقق وبتقدر توصل لزابط البحرية وبيعترف على داملة ورئيس بانهم اصحاب الشحنة وداملة بيكلم رئيسه بيعرف ان موسى خانه والشحنة كان فيها متفجرات واستخدمت في العملية الارهابية وده بيخليه مصدوم ومش عارف يتصرف ازاي وزعلان لانه حرق المدينة والشرطة بتوصل لمكان داملة فبيقرر يموت نفسه بسرعة ورئيس رفض يهرب علشان ما يعرضش اهله للخطر ويعذبوهم فبيقرر يروح لموسى وعايز يفهم اللي حصل منه وازاي خليه يشترك في قتل الابرياء ووقتها بيفضل يضرب رجالته بيخلص عليهم واحد واحد ومحدش بيقدر يقف قدامه وبعدها بيقوله موسى نا رجل اعمال ومستحيلة تاجر بالدين وبيقرر يقتله وبينتقم منه وبيسيب المكان ويمشي وساعتها بيكلم صاحبه في التليفون وبيعرفه انه راجع للمنطقة وهو بيقوله مستنيك يا بهيجان لكن بنكتشف ان الزابط جنبه وبيعمر كل رجالته يموته رئيس اول ما يشفوه وفعلا الشرطة بتنتشر في كل مكانه وبيكونوا مستنيينه وفي الوقت ده رئيس بيدخل المنطقة بالعربية وكل القناصة في مواقعها وعايزين يقتلوه لكن بينزل وبيسلم نفسه وبيكون معاه كل الصحفيين وساعتها الشرطة مبتقدرش يتموته وبيروح لصاحبه وبنعرف ان كلمة بهيجان كانت شفرة بينهم ولما بيقبضوا عليه بيبص لمراته وهي عمالة بتحيطه زعلانة ووقتها بيركب عربية الترحيلات وبيكون في الطريق للإسم والزابط بيسأله ليه ما هربتش فبيقوله علشان ما كنتوش هتسيبه أهل يقشه في سلام وبيطلب منه يقتله ويرجع السلسلة بتاعته لمراته ويعرفها بانه ما هربش وبعدها بينزل وبيكونوا هم اللي اتنين في الصحرة وبيبص للزابط وبيقوله موتني من وشي وانا واقف قدامك وهو بيمسك السلاح وبيضربه بالنار ورئيس لسه عايش وعمال بيفكر في كل ذكرياته مع مراته ومع صاحب عمره صديق وصعبانا نفسه عليه وندمان على كل حاجة عملها وساعتها بيقع على الأرض وبيفقد الحياة وبيموت ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم في حدوتها وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد اشتركوا في القناة